منذ سنوات طويلة بسبب التنافس والتسكين والتمكين حبر هذه الوؤسسات لذلك عندما تنفسح هذه الوظائف وتفتح لعموم السودانين ويفغل لكفاءتهم ونزاهتهم وعطاءهم أيضا نستصحب معنا تمثيل مجموعة السودانين في هذه الوظائف ولا سيما أن وزارة وزارة الخارجية هي واجهة السودان ويجب أن تعكس هذا التعدد الإسني والفكري والسراء الكبير لعموم السودانين أيضا هناك غرارات مختلفة وأعتقد أن استرداد 15 محلج لصالح مشروع الجزيرة هو أيضا من الغرارات الكبيرة التي سوف تدفع بإعادة تطوير وإصلاح مشروع الجزيرة الذي نعوي عليه كثيرا في عملية إصلاح الاقتصاد السوداني نحن في لجنة إزالة التمكين نشتغل في عدد من الملفات زي ما بديت بالكلام وفي الأيام الجاية برضو ستتواصل مؤتمراتنا الصحفية وبخلي الأخوان في اللجنة الغانونية وفي اللجان المختلفة في أنهم يدوكم تفصيل ومنحتزر لكم مرة ثانية عن التخير وشكرا جزيلا طيب استنواصل وتحية لكم مجددا وزي ما قال الأخ الرئيس نحن خلال الفترة الفاتتة حقيقة غمنا بإصدار عدد من القرارات ومن ضمن هذه القرارات التي صدرت من اللجنة كما تعلمون كنا قد اصدرنا قرارات بحل الاتحادات المهنية والنغابات وبالتالي كان في فراغ حاولنا نمل هذا الفراغ بتشكيل لجان تسيير وبالفعل اصدرنا قرارات بتشكيل لجان تسيير لبعض الأجسام المهمة مثل صدر قرار بتشكيل لجنة لاتحاد عام أطباء السودان وكذلك اتحاد عام المهندسين السودانيين وقرار بتشكيل أيضا لجنة لتسيير الوحدة النغابية لعمال أو للعاملين بوكالة السودان للأنباء وأيضا لجنة تسيير الوحدة النغابية لهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم والهيئة الفرعية للعاملين بسكر النيل الأبيض كما اعتمدنا أيضا لجنة للهيئة الفرعية للعاملين بمصنع سكر حلفة جديدة والوحدة النغابية لعمال جامعة المغتربين والوحدة النغابية أيضا للعاملين بالهيئة النغابية بالسلطة القضائية والهيئة النغابية الفرعية للعاملين بشركة مطابع سودان للعملة وهنا لا بد أن نشير أن أي لجنة تسير ما لم تصدر قرار أو يصدر قرار من لجنة إزالة التمكين والتفكيك هذه هي لجان غير معتمدة وكذلك كنا ستصدرنا قرار بتشكيل لجان للتفكيك بالولايات والمؤسسات وأيضا نؤكد مرة أخرى لأنه في كلام كثير يتقال أي قرار غير صادر من لجنة التفكيك هذه قرارات غير معتمدة بالنسبة لنا ونحن الآن بعد أن صدر قرار تشكيل لجان التفكيك بالولايات الآن في مرحلة تسمية الأسماء المبينة في أمر أو قرار التشكيل وخلال الأيام الغادمة ستكتمل لجان التفكيك بكل ولايات السودان إن شاء الله أيضا من ضمن القرارات المهمة التي صدرت في اللجنة خلال الفترة الفاتت وهي حل الاتحاد التعاوني الغومي وتشكيل لجنة لتسيير أعماله وهو معروف بالنسبة لكم أنه من أهم الاتحادات اللي يعول عليها خاصة في هذه الفترة التي نعاني منها في ضيق عدم أو فوضى في توزيع السلع التموينية أو غيرها والاتحادات التعاونية لدور كبير جدا جدا المفترض تغوم به خلال المرحلة الغادمة ويمكن فيه أكثر من عشرين ألف جمعية تعاونية لكن صراحة غير مفعلة ومهمة اللجنة التي تم تشكيلها من غبر هذه اللجنة أن تعيد الحياة وتعالج كل هذا الخلل الذي تم في المؤسسات التعاونية حتى تتمكن من إعداء دورها في خلال الفترة الغادمة وتعالج المسائل المتعلقة بقلاء الأسعار وتوزيع السلع التموينية وكذلك أيضا المسائل المتعلقة بالرغابة على حركة السلع التموينية أيضا اللجنة أصدرت خلال الفترة الفاتت قرار بتكليف مفوض من اللجنة للإشراف على صحيفتي الرأي العام وكذلك صحيفة السوداني دون التدخل في المهام التحريرية والصحفية أو المادة هذا المشرف مهمته فقط الإشراف على الجانب الإداري المالي باعتبار أن مسألة الملكية لم يتم البد فيها لأنه لازلنا نتحرأ ونتحقق من بعض المعلومات وسيصدر القرار في هذا الأمر في الفترة الغادمة بعد اكتمال التحريات والتحقيقات حول ملكية المؤسستين وطبعا الصحف عاوضت الصدور كذلك تم تعيين مفوض أيضا لقناة الشروق بنفس المهام دون التدخل في المسائل التحريرية أو المادة المطروحة من ضمن الغرارات المهمة التي أصدرناها نحن في اللجنة كما تعلمون مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية المروية وكانت به بنية تحتية كبيرة وضخمة إلا أن هذا المشروع عانى كما عانت كثير من المشاريع سواء كانت مشروعات زراعية أو مشروعات صناعية من الفساد صراحة الممنهج وأدى إلى أن يتراجع مشروع الجزيرة كثيرة ومن ضمن هذه القرارات التي تمت خلال الفترة الفاتذة أن تمليك المحالج التي كانت مملوكة لمشروع الجزيرة إلى مجموعة أو إلى تنظيم نغابي أدى إلى تدهور أداء هذه المحالج حتى في أنها تدير ما هو مناطبها وكذلك هذا ممكن نقول أنه كان فعلا تبديد لأموال المشروع وتبديد لمال الدولة أثر بشكل أو بآخر على أداء المشروع سلبا طبعا وذي كلها طبعا من أموال الشعب السوداني وهي مستحقاتنا أصدرنا القرار باسترداد محالج مشروع الجزيرة لمصلحة المشروع لصالح مشروع الجزيرة وهي كان تم تخصيص هذه المحالج من قبل من رئاسة الجمهورية في العام 2009 بموجب القرار 219 لسنة 2009 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لصالح النغابة العامة لعمال الجزيرة والمحالج والغزل والنسيج بمشروع الجزيرة وللأسف الشديد كانت الأموال غير موظفة لا لمصلحة العاملين ولا غيره وإنما كانت موظفة لمصلحة مجموعة فقط ولمصلحة الحزب الحاكم المحالج هي محلج مارنجان وطبعا مارنجان تقع في الجزء الجنوبي من مدينة ود مدني عددها خمسة محالج في مارنجان محلج بالحصحيصة ومدينة الحصحيصة أيضا تقع في الجزء الشمال الغربي عددها سبعة محالج في الحصحيصة محلج الباقر هذا طبعا في مدينة الباقر أيضا وهو محلج واحد بالإضافة إلى محلج صيني المنشأ الجديد لحد يحسي لم يركب أو لم يتم تركيبه كل المحالج غايمة على أراضي زراعية بها ورش بتاع صيانة ومحطة كهرباء ومخازن ومحطة مياه كاملة وخطوط سكك حديد الجزيرة وخطوط سكك حديد السودان وكذلك بها وحدات من الدفاع المدني بالإضافة للمكاتب الإدارية والساحات الغرار يشمل كل الموجودات والأصول سواء كان موجودة داخل المخازن أو خارج المخازن كل ما هو مملوك لهذه المحالج يعود أو يسترد لصالح مشروع الجزيرة نحن نفتكر أنه دي خطوة مهمة جدا جدا حتى نضع مشروع الجزيرة في الطريق الصحيح عشان يسترد عافيته ويسترد بعض الأصول بتاعته وحقيقة ده بشكل دفعة حقيقية للاختصاد القومي وده بيعتبر انتصار حقيقي لإرادة المزارعين في مشروع الجزيرة اللي هما ما فتوا طوال الفترة الماضية يناضلوا من أجل استرداد حقوق المزارعين وحقوق السودانين الموجودين بالمشروع حتى انه يقوم مشروع الجزيرة بدوره في دعم الاختصاد الوطني وانا افتكر انه ان شاء الله سيستفيدوا من هذا القرار ويشكل دفعة وبعد ذا كلنا نشتغل مزارعين وادارة مشروع حتى انه نعيد لمشروع الجزيرة دوره المضمونات بيو وعليه وفق هذه او وفق المضمونة القلتو ده بنصدر القرار الآتي قرار رغم تلاتة وثلاثين استرداد محالج مشروع الجزيرة استنادا على نص المواد سبعة واو اطناشر والمادة اطناشر الفغرة ثلاثة من قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو للعام 1989 وازالة التمكين لسنة 2019 نصدر القرار الآتي نصه اولا استرداد محالج مشروع الجزيرة لصالح وزارة المالية وضم المحالج لأصول مشروع الجزيرة وهي بالتفصيل الآتي محالج مارنجان خمسة محالج بالأرغام واحد اتنين ثلاثة اربعة حداشر دي أرغام المحالج المرقمة باعل في مشروع الجزيرة اتنين محالج الحصحيسة سبعة محالج بالأرغام خمسة ستة سبعة تمانية عشر اطناشر تلتاشر ثلاثة محالج الباقير بها محلج واحد يحمل الرغم تسعة وكما الشرطة ايضا يشمل القرار المحلج الصيني الموجود اللي السع ما تم تركيبه ويشمل الاسترداد الموجودات الموجودة في كل مخازن هذه المحالج وكذلك المباني وكل الاصول المنقولة ثانيا على الجهاد ذات الاختصاص وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفقي سليمان عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب ايضا هناك عدد من القرارات يواصل زمانينا استاذ طاها متعلغة به الخدمة المدنية ووزارة الخارجية مساء الخير طهير الحضور مواصلة تفاصيل المؤتمر الصحفي بلا شك تعلمون جميعا ان من اهم محم هذه اللجنة هي ازالة التمكين بالقدمة المدنية والتمكين في القدمة المدنية هي واحد من الاسباب الرئيسية اللي بتجسد فساد نزام السلاسين من يونيو وهناك انواع من اشكال التمكين منها التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي واهم شعار رفعة هذه السورة حرية سلام وعدالة وتحقيقا لما جاء بالوسيقى الدستورية وكذلك اعلان الحرية التخير لابد من اعادة حيكلة اجهزة الدولة المدنية لكي تشهد قوميتها واستقلاليتها وعدالة توزيع الفرص تأكيدا لهذه المبدأ عكفت اللجنة للعمل في مجال الخدمة المدنية وتوصلت لخرارات مهمة لازالة التمكين اولها من ابدأ بالقرارات فيما تعلق بالمجال الدبلوماسي ووزارة الخارجية قرارنا اليوم هو قطاع وزارة الخارجية جميعا واجهة بتعكس الوجه الحقيقي لشعبنا العزيز وقد طاله التمكين بصورة خصفة بنا الى مصاف الدول المتخلفة وايضا هناك سلوك وممارسات بدرت من بعد السفراء والدبلوماسيين في الأحدى السابق لا تمث للعمل الدبلوماسي ولا تاكس الصورة المشرخة للشعب السوداني وتمثل سقط في تاريخ الدبلوماسية السودانية عكفت اللجنة وقررت القرار بإفاء عدد 14 سفيرا واثنين وزير مفوض ال 16 تم تعيينهم بخرارات مباشرة من رئيس المخلوق للنظام السابق وكذلك 35 سفيرا تم تعيينهم في إطار التمكين السياسي والاجتماعي في أوقات مختلف دون مراعاة أيضا لأسس وشروط الكفاة وكذلك لأسس وشروط الأمل في المجال الدبلوماسي وكذلك تمت إفاء أدد 34 دبلوماسي تنطبق فيهم نفسه على أسباب التمكين السالف الزكر وأيضا وإنالك قرار بينها وإفاء أدد 13 إدارة بالخارجية نعمل في أن تكون هذه البداية البناء الدبلوماسية جديدة خائمة على أساس الكفاة والجدارة وحفظ كرامة السودانيين وأن تفتح باب للسودانيين لأملية التوظيف بصورة شفافة تعكس تنوونها كسودانيين إلى نص الخرار خرار رقم 29 استناداً على المادة 7 الفقرة والمادة 12 الفقرة 3 من قانون تفكيك النظام 30 من يونيو وإزالة تمكين لسنة 2011 مفوط خالد محمد أثمان وزير مفوط خزافي عبد الله محمد علي وزير مفوط حسن علي أثمان محمود وزير مفوط محمد حسين إدريس وزير مفوط أحمد عمر أحمد وزير مفوط أحمد صلاح بيومي أبداللطيف مستشار فيصل عبد العظيم محمد مستشار خالد محمد علي إبراهيم مستشار عمل صليمان سيد أحمد مستشار أثمان حسن محمد حسن عربي مستشار محمد جمال الدين أمر أمر بخيت سكرتير أول محمد زكريا بشير إمام سكرتير أول محمد صلاح أحمد حسن سكرتير أول سارة محمد أحمد حشام سكرتير أول أمر حامد أبد الله حامد سكرتير أول نسر الدين أبد الله محمد أحمد سكرتير أول علي محمد أحمد أثمان سكرتير أول أمر أحمد محمد أحمد سكرتير أول حسني مصطفى يعقوب حسني سكرتير أول محمد سيد أحمد محمد سيد أحمد سكرتير أول عبداللطيف مصطفى محمد النصيح سكرتير أول تميم علي تميم فرتاق سكرتير أول العوض مرخني محمود سكرتير ثاني سامي الحاج محمد صالح سكرتير ثاني محمد حمد محمد أحمد سكرتير ثاني أبو بكر محجوب أحمد سكرتير ثاني أمر الشريف حمد إيسى سكرتير ثاني أبو بكر محمد نور إبراهيم سكرتير ثاني أيضا هناك أودائريون تم تعيينهم برضو وعددهم 19 إداري لأقراض التمكين أبد الرحمن صالح محمد محيدين الدرجة الثالثة إمات شريف النور الدرجة الثالثة أحمد مصطفى مبروك مصطفى الدرجة الخامسة محمد أحمد بدر حمدان ردوان الدرجة الخامسة أحمد سيد أحمد إسماعيل الدرجة الخامسة خالد أمر محمود الدرجة الخامسة أمر محجوب موسى الدرجة الخامسة أبد الملك خيرسيد أباس الدرجة الخامسة محمد عبد المنين محمد حسين الدرجة الخامسة وسامة محمد عبد الدافي أحمد الدرجة الخامسة معاوية يوسف البطري العجب الدرجة السابعة أمار محمد علي محمد الدرجة السابعة خالد بابكر سالم الدرجة السابعة الطيب أحمد عبد الكريم الدرجة السابعة إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم الزبير الدرجة السابعة مرتضى مصطفى فايت الدرجة السابعة أمير أحمد بخيت أمير الدرجة السابعة العود إبراهيم العود الدرجة السابعة الجهاز ذات الصلة وضع القرار وموضوع التنفيذ محمد الفكي سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب عمل اللجنة مدواصل وحتواصل حتى يتم تفكيك وإزالة التمكين في كل القارجية وكل المؤسسات الأخرى أيضا كذلك تعلمون أن التمكين قد شملها حتى ولم يسلم منه حتى الرياضة وهناك أيضا خرارات خاصة بمجال الرياضة القرار الخادم متعلق بفساد النظام السابق وتمكينه الذي لم يسلم منه حتى القطاع الرياضي هذا القرار فيه انتصار رياضة الرياضيين الذين ينشدون استقلاليات مؤسساتهم التي تحكم وتدين مناشتهم وأن يختاروا من حق لهم ذلك لا أن يفرد عليهم ونصر القرار كما هو آتي حل مفوضية تسجيل حيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم استنادا على المادة 7 الفقرة ألف والمادة 12 الفقرة ثلاثة من قانون تفكيك نزام الثلاثين وإنينيو وإزال التمكين لسنة 2019 نصدر القرار الآية نسو حل مفوضية تسجيل حيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم على الجهاز ضغط الصلاة وضع قرار موضع التنفيذ محمد الفكي ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب والمفوضية كانت أيضا تمارس كجهة أو واجهة من واجهات النظام وأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني كانت إهدى واجهاته التي تدير به عمل النظام السابق بعيدا من ممارسات الرياضة وعملية الشباب الرياضة أيضا هناك قرارات خاصة في مجال المنظمات أصدرت اللجنة قرار الآية نسو قرار رخم 32 حل منظمة تلاويت ومعسسة الفجرة الخيرية استنادا للمادة سبع الفخرة واحد ألف باء من قانون تفكيق نظام السلاثين من ينيو لسنة 1889 وزارة التمكين لسنة 2019 نصدر القرار الآية نسو أولا حلوة إلخاء وتسجيل منظمة تلاويت للتنمية ومعسسة الفجرة الخيرية ثانيا تسترد الممتلكات والأصول السابطة والمنقولة والأموال لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا توصي اللجنة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الأمل والتنمية الجماعية بالإشراف على المشروعات الخائمة على الجهاز ضغط الاقتصاص وضع الخرار موضوع التنفيس محمد الفكيس سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناسب المنظمة والمؤسسة هي منظمات تعمل في شرق السودان كانت الخرط منها تعسيسية كواجهة من واجهات المتمر وطني فيها استقلال لحوجة الأقوان وأهلنا في شرق السودان وعلى رأسهم في المنظمة كانت هم رموز النزامة للبايت ألي محمود وساموهي الوقود وخيرهم الكثيرين وكان استقلوا إبراهيم محمود واستقلوا هذه المنظمة لأهداف ليس لها الصلة بالأمل الإنساني بل كان لأقراض التمكين كذلك قرار رقم 34 حل مجلس إدارة منظمة الجسور للتواصل استنادا للمادة السبعة الفقرة على الفباء من قانون تفكيك نزامة 30 من ينيو وإزالة تمكين لسنة 2019 نظر القرار على آية نسه حل مجلس إدارة منظمة الجسور للتواصل تكليف المراجعة العام بمراجعة منظمة ورفض التقارير وذلك الجهات ذات التصاص ووضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكيس الإيمان ودومج السيادة رئيس اللجنة المناوب أيضا منظمة الجسور هي من المنظمات المسجلة لدى القارجية وكان على رأسها رمز النظام السابق المخلوق علي كارتي وأيضا هي كامل المنظامات التي تعمل من أجل التمكين للنظام 30 من ينيو وليس من أجل التواصل وعكس سورة السودان المشرق في الخارج ستواصل اللجنة مهامها وهناك لجان كثيرة أمل اللجنة بتمشي في إطار التأكيد لأنه ما داري أن نكرر الأخطاء التي تمها قلال 30 سنة بأنه نتقص خرار خاطئ التأخير من أجل وصول لتحقيق عدالة أفضل من الإسراء في إصدار القرارات شكرا سنواصل أفتح الفرص للغفية أسئلة أو استفسارات أن تكون لهم في إطار التأخير من أجل وصول لتحقيق عدالية أفضل من أجل وصول لتحقيق عدالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن طبعا هذا المؤتمر الصحفي للجنة التفكيك وليس للحرية والتغيير وأنا هنا بهذه الصفة ولكن أقول لك أنه لم يصدر قرار بتمديد الفترة الانتغالية حتى الآن بالنسبة للمعايير في معايير كثيرة طبعا لأنه نحن غادرين قبل ما الرئيس يرد نحن غادرين خلال هذه الفترة الانتغالية على ملء كل الفراغات والشعب السوداني الغادر والمقتدر على ملء هذه الوظائف كان معزول منه للأسف الشديد وكان ورد في المغدمة إننا نحن في كل هذه الوظائف كان الأساس والمعيار الأساسي هو الولاء السياسي وكان الغرض الأساسي هو تمكين فئة بسيطة من أبناء الشعب السوداني حتى يدير كل الدولة ويقصوا الآخرين رغم الكفاءة السودان مليء بالقدرات مليء بالكفاءات مليء بالمؤمنين بحب هذا الوطن ويعادة بناءه على أساس المواطنة لا تمييز بين أي مواطن على آخر لا بسبب لون لا عرق لا دين لا انتماء جهوي أو إغليمي ولا انتماء سياسي ولذلك قلنا أن هذه الوظائف سيتم ملأة عبر التنافس الشريف ما بين أبناء السودان وسيتم الاختيار وفق المعايير المحددة في وزارة الخارجية للعمل الدبلوماسي وكيفية إدارة العمل الدبلوماسي بالنسبة للسؤال الثاني أترك السيدس طاعة من شملهم القرار الخاص بالخارجية هم من تم تعيينهم لأساس التمكين لنزام السلسين من يونيو ولم تشمل القرار ما هم تم تعيينهم في إطار اتفاقيات السلام السابق التمكين في إطار الخارجية ومع سلطات الخدمة الوطنية يحتاج لمزيد من عمل وتجسيد ما جاء بالوسيقى الدستورية لأنه عملية التمكين خلال التلتين سنة عندك أكثر من وجه من دمنها التمكين السياسي وكذلك التمكين الاجتماعي لذا نحن من دمن توصياتنا تتم فتح المسألة لمزيد من الشفافية والتعيين وفقا لمعايير الكفاء مع تحقيق الأدعال الاجتماعية لجميع مناطق السودان لجميع أقاليم السودان حتى نشحة خومية واستقلالية هذه المؤسسات وتاكس تنونها كالسودانيين القرار ما شملهم القرار هي تم بناء على عمل لجنة وتم مراجعة كل تعينات وكل الخرارات السابقة للنسبة لما شملهم القرار وهم كانت تعيينهم على أساس التمكين والولاء السياسي والكماعي شكرا 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 طيب بالنسبة للليان في الولايات المختلفة نحن صدر أمر تشكيل هذه الليان وطبعا أمر التشكيل صدر بالعناوين رئاسة الوالي عضو من الشرطة عضو من جهاز المخابرات وهكذا وفي خمسة من الحرية والتغيير وفي ثلاثة من المكونات المحلية في كل ولاية الغير ممثلة في أي مكونات تم تشكيل اللجنة منها الآن نحن بصدد فحص الأسماء المرشحة ثم بعد ذلك إصدار القرار بالأسماء وزي ما أكدت أنه ده قرار تشكيل والآن بيجي قرار التعيين بتاع العضوية الغير مسمى يعني المسمى بالجهات أما الجهات الحكومية طبعا لا يضير شيء سواء كان الوالي مكلف أو والي معين المهم المنصب أو موقع الوالي سواء كان مكلفا هو يترأس اللجنة وإذا جاء والي غيره برضو سيترأس اللجنة بحكم موقع كوالي للولاية بخصوص وزارة التربية والتعليم طبعا صدر قرار من اللجنة وكان من القرارات الكبيرة اللي هو حل إدارة النشاط الطلابي بكل ولايات السودان ويمكن القرار ده كان كبير لأنه عدد المعينين بإدارة النشاط الطلابي بوزارة التربية كان الأساس في التعيين والمهمة الأساسية مهمة سياسية ولم تكن ترتبط بأي شكل من الأشكال بالعملية التعليمية أو التربية داخل وزارات التعليم سواء كان في الولايات أو سواء كان على مستوى الوزارة المركزية والغرار أيضا حدد أنه تشكل لجنة من وزارة التربية وديوان شؤون الخدمة حتى تتم مراجعة الأسس التمبية التعيين ذاته في الوظيفة العامة وأي واحد ما عنده أي علاقة بالتربية والتعليم بالتالي ستتخذ اللجنة المشكلة من الوزارة وديوان شؤون الخدمة القرار الذي تراه مناسب ولكن هذه الإدارة تم حلها هناك فساد لا نغل أن هناك فساد في كل مؤسسات الدولة في العهد السابق والآن مهمة هذه اللجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد والتحقيق في كل المسائل المرتكبة وبالتالي نحن الآن بنسعى في هذا الاتجاه ولا نستطيع أن ننجز كل الملفات في وقت واحد لكن أقول كل الوزارات الآن نعمل بملفات موجودة أمانا وكما ذكر الأخ الرئيس المناوب الأستاذ محمد الفكير عضو مجلس السيادة بأن أمامنا الآن العديد من الملفات لعدد من الوزارات لعدد من المؤسسات وإن شاء الله حينما تكتمل المعلومات والتحريات والتحقيقات سنصدر القرار المناسب في الوقت المناسب بالنسبة لطيبة نحن صدرنا القرار الصادر بالنسبة لطيبة الآن بعد استرداد قناة الطيبة الفضائية وبالتالي بعد ذلك ستتم المعالجة من قبل الجهاز التنفيذي للدولة ونحن بعدما سيكون عندنا أي ولاية على هذه الأموال لأن كل هذه الأموال والمستردة ستؤول إلى وزارة المالية وبالتالي الجهاز التنفيذي أو الحكومة هي المسؤولة عن هذه القضايا ونعلم أن هنا هذه القضايا قضايا عادلة قضايا التأمين حقوق العاملين مسألة إدارة الغناء من عدم إدارتها الآن أحيل للجهاز التنفيذي للدولة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر او اكتملت بصورة نهائية لكن في لديها فحص يعني اخير وفي الفترة الجاية حيكون في الرأي يعني يغال للإعلام وينشر بالنسبة للشهادات الجامعية في لجنة لإزالة التمكين بالجامعات نحن بنشاور في أسماء النهائية طبعا بتشمل الجامعات الجامعات برضو فيها تمكين كبير جدا تم تعيين أسازة بشهادات برضو محتاجة لفحص لمراجعة في جامعات خاصة برضو تعرفون من يمتلكها برضو محتاجة لأن كيف منحت هذه الأراضي كيف بنيت هذه الجامعات ما هي الشهادات التي تصديرها ما هي أهليتها كيفية التنافس كيفية الدخول ده ملف كبير جدا نحن كنا هذه اللجنة مدبعين لوحدة من اللجان لكن أدركنا بطبيعة الحراك اليومي إنه تحتاج للجنة منفصلة لأن الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية فيها فساد كبير جدا برضو في اللجنة حتتكون لصندوق دعم الطلاب وده برضو مؤسسة ضخمة جدا لم تكن تخضع للمراجعة وقامت بكثير جدا من الأعمال وتتلقى أموال طائلة من شركات الاتصالات من التحليلات الحكومية من غيره أيضا سيكون في لدينا منفصلة لصندوق دعم الطلاب ومنتوقع أنها تبدأ أعمالها مباشرة في الأسبوع الغادم وبتاخد فترة طويلة لأنه هناك كبتير جدا من الملفات التي تنتظرها بالنسبة لتعيين السفراء هل لديكم زمنا نعتقد أنه عدد كبير من أبناء السودان حرصين على الخدمة في وزارة الخارجية وهي من الوزارات المرغوبة للخدمة يعني ما يعني حتى الأشخاص الذين يتوقع أن يحضروا للعمل في السفارة لا نتوقع أنه يكون في الشح في هذا المجال لأنها وزارة من وزارات الغمة ويرغب عدد كبير جدا من السودانيين في خدمتها السودانيين موجودين على امتداد العالم في دول مختلفة في منظمات كبرى لديهم خبرات عديدة وبالتالي يسهل أنهم ينضموا إلى هذه الوزارة ونحن نتطلع أن يأتي هؤلاء بخبراتهم الجديدة ويأتوا بخطاب السورة لأن وزارة الخارجية نعويل عليها كثيرا في تقديم وجه السودان الحضاري وفي حمل صوت السورة وخطاب السورة إلى المحطات البعيدة كان هناك عديد من الناس يتكلم عن أن الوزارة كانت تأخرت لكن الشهادة لله هذه النتيجة وضحت أنه كانت في اجتماعات متوالية وهذه الغائمة خرجت بعد عشر اجتماعات في لجنة إزالة التمكين بوزارة الخارجية ووزارة الخارجية ما زالت تشكو أن هناك تمكين فوقها هذه الغائمة التي خرجت وهي في طور المراجعة كما وزارة الخارجية تؤكد أنها حريصة على استيعاب كوادر موحلة وعقد دورات حتى للكوادر التي توجد بالوزارة لأن عدد الكوادر الموجود حاليا أيضا هناك عدد تم استيعابه ببعض التجاوزات فبالتالي وزارة الخارجية ينتظرها كثير من العمل ونحن نسمي الموجود الكبير القامة ديو وبننتظر الوزارات الأخرى تحزو حزوها بالنسبة للوزارة البنية التحتية أيضا بها ملف يعمل الآن وزارة التنمية العمرانية ولاية الخرطوم أيضا من الوزارات التي بها تجاوزات كبيرة جدا وأنتم تعلمون أن أساس الفساد في العغارات خرج من هذا المكان هناك عغارات كبيرة خصصة لأفراد في النظام السابق نجد شخص واحد لديه في حي واحد حي صغير جدا ميد عغار في مكان محدود فهذه الوزارة تطلبت مننا عمل كثير جدا نحن وصلنا إلى حقائق مزهلة ولكن لأن الفساد في هذا المكان فوق أي تصور نحن نحتاج لمزيد من العمل سنوفيكم بأخبار جديدة في أغرب وقت شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا